تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت وافرف المعروض من السلع في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع احتام الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار التخفضات على السلع في إطار المبادرة تصل إلى 60% ويشارك في هذه المرحلة الممتدة منذ شهر رمضان 28 سلسلة تجارية بإجمال ألف ومائتين وأحد عشر فرعا على مستوى الجمهورية نحن موفرين معظم السلع زي الرز وزي الزيت وزي السكر بأسعار مميزة ويحاول نحافظ طبعا على توافر السلع بسلطة دائمة وبأسعار مخفضة وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات مبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفضات كبيرة لأتبكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة أنا شايف أن ما شاء الله متوفر كل حاجة الأسعار كويسة مقارنة من أن الناس بتستغل وترفع في الأسعار والحاجة متوفرة جدا وكل حاجة بصراحة مبسوطة منها مبادرة أسعارها كويسة وإحنا بالنشط سيادة الرئيس أن المبادرة تنتشر أكتر وأكتر والأسعار تتوفر عطول طول السنة فعلا أسعار رخصة جدا 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 أنا بنصح الناس يقول اللي فيها حاجات المبادرة بتاعة السلع الرئيس السلع كلها هنا فيها تخفيضات والعملية متوفرة خالص وبشكر السلع الرئيس وتم إقامة أربعة معارض رئيسية في إطار المبادرة تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالأسعار المخفضة أنا بتقريبا ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة كله ومتغطي بالذات طبعا الحاجات الأساسية اللي في البيوت تحتاجها طبعا بنشكر السلع الرئيس جدا على المبادرة دي وعلى أننا بالسلع والمنطقات نتوفرها بأسعار مناسبة بتلبي احتاجات المواطن أسعار المتناول وغير أسعار بره أرخص من بره كتير يعني فيه حاجات لا فيه فرق واضح فيها المبادرة كويسة جدا 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 وجميلة مبابية كل احتاجاتنا وكل حاجة فالأسعار كويسة قوي أسعار المتناول الجميع كويسة جدا صراحة يعني في الصياق ذاتي تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا سابتا ومتحركا تابعة لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرق حبك علينا بلدي صار ونبقى جنبك للنهار المبادرة تأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع